المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني تلقي بظلالها على آلاف المدنيين في أطراف طرابلس وتجبرهم على ترك منازلهم والهرب الأمم المتحدة قدرت أعداد النازحين من منازلهم بسبب استعار القتال حتى الآن بنحو أربعة آلاف وخمسمائة شخص بينما لا تزال مئات العائلات عالقة في مناطق الاجتباكات لم يتمكنوا من الهرب بسبب ضراوة المعارك الدائرة وفي السياق أكد ممثل اليونسيف الخاص في ليبيا أن حوالي نصف مليون طفل في المناطق الغربية بليبيا يتعرضون للخطر المباشر من المعارك مشددا على ضرورة حماية الأطفال وعدم استخدامهم في القتال المعارك لم تنعكس سلبا على السكان المحليين فقط بل كان لها تأثير كبير على العشرات من اللاجئين حيث قالت الأمم المتحدة إنها أجلت أكثر من 150 لاجئا في أحد مراكز الاعتقال جنوب طرابلس جراء الاجتباكات ونقلتهم إلى مكان آمن مع الإشارة إلى وجود المزيد من المهاجرين ينتظرون إنقاذهم